سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير? تعالوا ما بعض نشوف اسهل طريقة لعملت واكل بنات الصغيرة. انا معي هنا اه ورق فوم. وهبدأ كده ان انا اخد مقاس بتاعه. انا عايزة حوالي اه سبعة سنتي في خمسة سنتي. تمام? هحدد كده بالقلم الاول. طبعا لما نيجي نجرب حاجة الاول لازم نجرب في حاجة صغيرة. حاجة حاجة حجمها صغيرة عشان لو بوزت من هنا يبقى ما فيش مشكلة. تلات مظبوطة وكويسة خلاص نبقى ايه نغير المساحات زي ما احنا عايزين. بعد كده هبدأ ان انا قصها بالماص. انا قصتها كده. وبعدين هبدأ ان انا قتنيها كده نصين. وهبدأ ارسم الشكل اللي انا عايزاه. انا هرسم على شكل الفراشة. طبعا انت لو عايزت ترسمي اي شكل تاني براحتك وردة او اي حاجة مفيش مشكلة. انا هرسم بالشكل ده كده. هنشوف هتطلع معينة ايه? وبعدين هجيب المقص بتاعي وهبدأ اقص الجزء اللي انا حديدته ده. نخلي بالنا ان هي متنية. تمام? ونمشي كده بالراحة بالمقصة علشان ما نخرجش عن الرسمة بتاعتنا. بنروحها كده و احنا بنقص. استخدمي بقى اللون اللي انت يا عايزاه مفيش مشكلة. كده خلاص قصينا الرسمة بتاعتنا. انا هعمل واحدة تاني لان هما لازم يبقوا اتنين. يعني من الرسمة دي هيبقوا اتنين. مش واحدة بس. هيخد الرسمة دي وحطها برضو على نفس الفوم. واحدد عليها فراشة كمان. علشان يبقوا فراشتين اللي انا هستخدمهم. ونحدد بالراحة كده. وبردو هاوصها بالمقص. دي طبعا تبقى مظبوطة. علشان معمولة على نفس الحجم الاولينية كده. بعد كده هيخد واحدة كده زي ما انتوا شايفين. وهبدأ ان انا هتنيها كده من النص. وهجيب الشمع واحط نقطة بس بسيطة كده من الشمع. وهبدأ ان انا ألزقهم في بعض كده زي ما احنا شايفين. نقطة صغيرة بس من الشمع. تمام. هيبقى نقطة من الناحية دي والنقطة التانية برضو من الشمع. هتبقى في الظهر. عشان تلزق كويس. ايوا هنا كده نفس النظام. برضو نقطة صغيرة. ايوا كده. وهجيب بعد كده الفراشة التانية اهي. هحطها وراها. وهلزق اللي اتنين في بعض. برضو بالشمع كده. وهضغط عليهم علشان يلزقوا اللي اتنين مع بعض. بعد كده انا معي اهو شريط من الفوم الاحمر. الملون ده كده. وهوه تقريبا حوالي النص صنطي. وهبدأ ان انا لفه على الفراشتين كده من النحيتين. وهلزقه برضو بالشمع. هجيب الشمع كده عليه بالطول. اهو كده. وهلفه على الفراشتين كده. علشان ينطق اللون اللي معايا. وطبعا الجزء الزيادة انا هقصه مش محتاجاه. نحدد لغاية فين بس هحتاج. وهقص الزيادة ده. ونكمل كده بالشمع بتاعنا. كده ناقص حاجة واحدة بس. هجيب بعد كده البنسة بتاعتي اللي انها هلزقها فيها. بس الاول هحط بالشمع كده. زي ما احنا شايفين. وهجيب البنسة كده هحطها فيها من ورا. او هسبتها بالطريقة دي كده. وبكده التوكة بتاعتنا باقي جاهزة. نسفها بس تنشف شوية عشان الولاد يعرفوا يستخدموها بعد كده. وقادي التوكة بتاعتنا. وتقدر بنتك تستخدمها زي ما ايه عايزة. ولو عجبتها غيري في اشكالها والوانها عشان تتبسط بيها. ولو عجبك. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر